اشتركوا في القناة وذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية بالإضافة إلى دفع تعاون الأمني فضلا عن استعراض تطورات عددا من القضايا الإقليمية والسياسية تاتي الاهتمام المتبادل وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بالاستمرار في رفع كفاءة منظومة الخدمات والمنتجات البترولية والتوسع في الاستثمارات الخاصة بقطاع البترول جاء ذلك خلال اجتماع لرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزراء الكهرباء والبترول والتجارة والصناعة ومستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية ورئيس هيئة الشؤون المالية بالقوات المسلحة وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاتصال تناولى أبرز مستجدات المشروعات البترولية على مستوى الجمهورية خاصة ما يتعلق بموقف التعاون الحالي مع شركات البترولي العالمية في مجال البحث والتنقيب والاستكشافات الجديدة في مجال الطاقة هذا ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بتأسيس البنية الكهربائية للمشروع العملاق الدلتا الجديدة لتستوعب معدلات التنمية الحالية والمستقبلية بالمنطقة جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع رئيس الوزراء ووزير الكهرباء وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول استعراض المشروعات الاستراتيجية لوزارة الكهرباء على مستوى الجمهورية حيث وقه الرئيس السيسي بالاستمرار في الخطط الوطنية الخاصة بتعزيز مكون الطاقة المتقددة وتعظيم قيمتها وذلك لتنويع مصادر امدادات الطاقة التي تعتمد عليها عملية التنمية في مصر نذهب إلى ألمانيا حيث يدلل لا نخبون بأصواتهم في الانتخابات التشريعية ومن المقرر أن ينتخب الألمان أعضاء مجلس النواب في البرلمان الفيدرالي البوندستاك المؤلف من 598 مقعدا على الأقل حيث يحق لنحو 60 مليون و400 ألف ألماني من من هم فوق سن 18 عاما التصويت في أستراليا سجلت ولاية فيكتوريا 779 إصابة جديدة وحالتي وفات بكوفيد 19 وتمثل هذه الأعدات أكبر معدل الإصابة في الولاية بعد أن سجلت 847 حالة أمس يأتي ذلك فيما يبدل المسؤولون كل الجهود لاحتواء تفشي سلالة دلتا المتحورة من فيروس كورونا والتي تكتاح الولاية منذ منتصف العام أعلنت وزارة الصحة خروج 789 متعافيا من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم ليرتفع بذلك إجمالي المتعافين إلى 254 ألفا وستين حالة وأوضحت وزارة الصحة أنه تم تسجيل 667 حالة جديدة فبتت إيجابية تحاليلها معمليا للفيروس فضلا عن وفاة 39 حالة جديدة أعلن الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة كارلس كيروش المدير الفني قائمة أسماء اللاعبين المختارين للانضمام إلى معسكر المنتخب استعدادا لمباراة ليبيريا الودية المقرر إقامتها في التاسع مساء يوم الخميس القادم باستاذ الجيش ببرج العرب ووجه المدير الفني للمنتخب الوطني بوجوب حصول اللاعبين المختارين على راحة اليوم وغدا قبل انطلاق معسكرهم ببرج العرب الثلاثاء القادم هذا ومن المقرر أن يلتقي المنتخب الوطني مع نظره الليبي في التاسعة مساء في الثامن من أكتوبر القادم ضمن الجولة الثالثة للمجموعة السادسة لتصفية أفريقيا المؤهلة لكأس العالم على أن يخوض الفريقان ألا جولة الرابعة في بنغازي في التاسع مساء يوم الحادية عشر من أكتوبر ترجمة نانسي قنقر نهاية المجزة مشاهدين الكرام للمزيد من الأخبار يمكنكم دائما متابعة موقعنا على الانترنت extra news.tv كما يمكنكم متابعتنا على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تويتر انستغرام كذلك يوتيوب